ونحن كصحفيين أبناء وطن منتمين لهذا الوطن منتمين بجميع تياراتنا بجميع رؤانا فلذلك عندما يتحدى جلالة الملك حقيقة هو يطفئ الجرح ونتقبل منه الكثير فممكن هي القضية التي هدأت الجسم الصحفي ويتقبلها الجميع لأن جميعهم من أبناء هذا الوطن منتمين لترابه ولي قيادته ونتمين لجميع يعني الحراك السياسي الذي حصل والملك دائما مع الإصلاح ومع الحريات فلماذا هناك قوى شد عكسي من خلال الممارسة في الشارع المناقض هل تعملونه ضد إرادة جلالة الملك لماذا تجيش لماذا أن نكون نحن نقحم الملك في كل قضية يا أخي فالملك جلالة الملك بعيد عن كل الانتقادات نحن الشارع يتحدث عن مجلس النواب يتحدث عن الحكومة يتحدث عن القضاء يتحدث عن الفساد عن أي قضية لا نقحم الملك في أي قضية لأنه لا أحد يريد في هذا الشارع والذي يطالب الإصلاح السياسي أن يقحم الملك ولا أن يتعدى على صلاحية الملك والحمد لله نحن في هذا الوطن عند الملك هناك خطوط حمراء بأنه لن يتجاوز أي سقف موجود في هذا الوطن ولن يقبله حتى جميع الشعب الأردني حتى المعارضة حتى المعارضة المتشددة بأن تطالب أي سقف أعلى من سقف الإصلاح السياسي أستاذي ليس خلافا لنا السقص السببس عندك تعليق أنا أحب أن أعلق على مسألة مهمة نطالب نحن دائما بالحرفية أن تكون حرفي وتعمل بمهنية وفق موثيق الشرف وضمن معايير عالمية مهمة ومرعية ويجب أن ترعيها دائما وعندما يخرج أي وسيلة علام وتخرج عن هذا المثاق يتم الانتقاد والحديث عن عدم الالتزام بالمثاق الشرف الصحفي وعدم الانتزام بالمهنية واغتيال الشخصية والإساءة للوحدة هذه العنوين العريضة الفضفاضة إلى آخرين رجل الأمن الذي يتواجد في مكان الحدث الأصل أن يطالب أيضا بالمهنية والاحتراف وأن لا يقوم بفعل ما إلا عندما يأتيه أمر عسكري من القيادة الميدانية والقيادة الميدانية لا تتخذ قرارا إلا إذا عادت ووضعت القيادة العلية للجهاز كله بتفاصيل الأمر حتى يوجهها ويتحمل مسؤولية بالمحصلة هذا لم يحدث هذا لم يحدث كما تسرب لوسائل إعلام وكان هناك في مخاطبة داخلية في داخل الجهاز حملت بها القيادات الميدانية يعني أنت مطلع على هذه المسألة ساعة الناب حملت بها القيادة الميدانية وقال أننا سنحاسب الأفراد والضباط الذين تخذوا قرارا دون العودة إلى المرجعيات وهذا كان قرارا غير احترافي وغير مهني وإلى آخره فأنت تتحدث المطلوب هو أيضا حرافية ومهنية لهذا الجهاز الأمن نحن لا نلوم لا نلوم الفرد رجل الأمن وهو أخونا وإبننا وهم كلهم أخوتنا وأبنائنا الذي حدث أنا أشرت له التعبئة والعبث في عقول الناس هذا أولا بالزبط وتعبئتهم وتحشيدهم وتأليبهم على الناس واللي بالشارع أخوه ربما أو ابن عمه يعني إشي مش مفهوم الأمر وأيضا إلى جانب ذلك أنه غير مدرب جيدا كما أشاره ساعة الناس هذا غير مدرب طيب هذا حدث في 15 أموز حدث أمر آخر وجلل وخطير في 25 أذار لماذا لم نستفيد من تلك التجربة حدث أمر ثالث في الكرامة إلى متى سنظل في ذات الدائرة المفرغة ينزل رجل الأمن يحدث اعتداء المواطنين إصابات اعتداء الصحفين طيب المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة متى سنضع آلية للتعاطينا ممكن تشريعات حقيقية تحمل الصحفين لا يجوز لا يجوز أن نظل نسمع سنشكل لجل التحقيق وسنحاكم المسؤولين طيب ما المطلوب؟ موجود تشريعات حقيقية تحمل الصحفين المطلوب تحويل المتسببين بالاعتداء على المواطنين أولا والاعتداء على الصحفيين إلى أولا الكشف عن أسمائهم ومن ثم تحويلهم إلى الجهات القضاء المدني ليحاكمهم وربما والقضاء النزيه العادل يقرر مصيرهم لا يجوز أن تستمر هذه المسألة ويستمر الإساءة إلى صورة الأردن والإساءة إلى 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 تطور السياسي في الأردن وإلى الديمقراطي أنه نحن نريد إصلاحا سياسيا كيف يستوي نتحدث عن إصلاح ونرفع هروا ومنقل وخوذة وما إلى ذلك أمران لا يلتقيان ولا يستويان ولا يمكن فهمه محمد يقول عبر الفيسبوك على الجميع ويدرك أن جارة الملك يدعم الإصلاح ويطالب به ولكن على أن يتم ذلك بشكل حضاري وليس من خلال التجمعات التي لا تجرب للناس والتوتر كفانا مظاهرات لا تسمع أنها تغني من جوع وهو رأيه الشخصي أحمد عمر يقول لماذا تنشروا بيانات وكتبات المجموعة من الأشخاص سيتعدوا مين شخص على صفحات الفيسبوك يناديوننا بمظاهرات بينما كان هناك مظاهرة أمام مديرة الأمن العام ولم تنشروا أي خبر عن ذلك وغيره الكثير أنتم الإعلاميون سأسألك عن هذا النقطة يديد أن أستاذ حمد الصحف الإلكترونية من تدعمون المظاهرات أنتم تدعمون المظاهرات وتجعلون بعض الأشخاص ذات شأن ومكانة في البلاد للأسف معتز رسام بيقول للأسف كان دور الإذاعات المحلية والحكومية المعروفة كانت السبب في استخدام العنف من الموالين للحكومة ومن قبل رجال الأمن ودرك على المواطنين وكان واضحا التحريض ضدهم وقفة أمام الأمن العام شقف الجسم الصحفي موقف غير موحد ما الذي دفع إلى ذلك سيد الحمد أنا أقول بأن من دفع باتجاه هذا الشيء هو أذر أصلا بالأمن العام نحن لا نريد بالجسم الصحفي على أن يكون على مفترق ولا على نقيض لأن الجسم الصحفي لا نريد أن نحمي شخصا معينا نحن نريد أن نحمي هذا الجسم من أجل هذا الوطن لأن أصلا الركائز الذي غابت في المجتمع العربي المحيط فينا اللي هي الركائز الصحفية الذي لا تنقل الحقيقة مما أدت إلى أسباب الأزمات التي حصلت سواء في الدول العربية المجاورة وهي أحد الأسباب الصحافة الحرة والنزيه وهي السلطة الرابعة الذي لا ولاية لأحد عليها إلا الشرف والكريم الحرة الصادقة فلذلك نحن لما نتعم بالنسبة لفزع التجيش وفزعة وطن كلنا فزعة وطن فكيف أن نقسم أن نقسم الوطن هذا فزعة وطن وهذا معارضة وهذا يطالب الإصلاح هذا لا يجوز نحن يجب أن نوقف قضية أنه أي قضية إصلاح أو أحد يعبر عن رأيه في الشارع نحن مع أي من يعبر عن رأيه في الشارع ولكن لا نسمي المحليات كمجلس نواب هل عندكم رؤية أنكم تقدموا مشروع قانون أو مجموعة من التشريعات تحمي فعلا المتظاهر والصحفي أنا أقول بالنسبة لقانون المطمعات والنشر هو يحمي سيد أنا قلت المواطن أول والصحفي أنا قلت المواطن وقانون الحريات وقوانين النظم الموجودة لقانون الحريات وقانون الاجتماعات العامة وكلها مقرمة القوانين موجودة ولكن أنا عيب أن أكون في هذا الوطن أن قانون أني أسم قانون حماية الصحفيين لأن هذا لا أقبل على وطني هو محمي الأصل أن يكون محمي هو سلطة تعرف السلطة الرابعة هي تستمد قوتها من الشعب أكثر مني لأنه يمارس أصلا رقابته علي كمجلس نواب أصلا وهو سلطة الرابعة من قوة الشعب الرأي العام هو بالنهاية هو الذي يبقى للمواطن أشكره سحمد سباسة يعني أنا يعني بعجالة أرجوك نعم بدي أسجل شهادة حق في هذه من هذا المنبر فضل مجلس النواب وقفها وقفها لا نستطيع أن ننساها وقفها نقدرها جميعا لجنة الحريات لجنة التوجيه الوطن النيابية نواب زملاء لنا نعرفهم جيدا ونعرف مقفهم جميل المجلس حمد الحجاية ميسر السردية وعدد كبير من السادة النواب الذين وقفوا معنا وتظاهروا معنا واعتصموا معنا وحققوا في الأمر واستجربوا وزير الداخلية ووزير الدولة الشعلة وكان لهم موقفا واضحا وأصدر المجلس برمة وبيان ندد فيه بالاعتداء على الصحفيين هذا موقف نسجل لمجلس النواب نعتز بهذا الموقف ونتمنى أن نبني عليه مزيدا من المواقف الدائمة للحرارات الصحفية وأن لا ندخل في خندق الأطبيق مراحبة أخيرا وزير الدولة الشعل اللام الذي نزل إلى الميدان في ساحة النخيل هذا موقف شجاع من هذا الزميل السادة عبدالله أبو رمان الذي نحترمه وتحدث أمام المحتشدين وأدانا في الميدان لا نجامل هذا موقف ولكن هلأ التحديق فيما بعد وما جاء بعد ذلك وتصريحات الرئيس ندينها تصريحات غير متماسكة وسقط مرة أخرى في المربع الأمني وهي تصريحات ندينها إدانة كاملة وهذا يعكس حالة التباين في الرأي داخل السلطة التنفيذية التباين والتناقض التناقض نعم شكرا لك سباسر سيد حمد بكلمة أخيرة أرجوك الوقت بكلمة أخيرة أنا كوني أولا صحفي قبل أن أكون نائبا أكيد وأنا أتمنى على الجسم الصحفي على أنه من أجل تدخل جلالة الملك بأنه قدر الصحفيين أول عود إلو إلى أرض الوطن أول ما ألتقى مع نقيب الصحفيين فلذلك أنا أتوقع نحن لا نقف عند الزلات جميعا نخطئ فلذلك أتمنى على الزملاء في الجسم الصحفي بأن يتقبل تدخل الملك أولا فهو يكفينا يكفينا يعني بأنه هذا الاعتذار وهذا الشيء اللي يقدموا أنه من دعا للصحفيين ولكن أتمنى على الحكومة أن لا تجعل جلالة الملك في كل مرة أنه يعتذر وأنه كباوة سيدي إحنا ممكن أن يدعمنا فلذلك عندما يصرح دائما جلالة الملك في كل مكان بأنه مع حرية الصحفيين مع حمايتهم مع طائم الحق فلذلك أتمنى على الحكومة أن يعني تقدر هذا الموقف يا سيدي هدأت الأنفس لكن نحتاج إلى إجراء الآن نعم يرد للمواطن والصحفي حقه وهذا ما ننطلع وما سمعته من وزير الداخلية بأنه أيضا يدين وسيكون مع التحقيق بالنهاية لكي يكون كل شيء واضح نأمل ذلك كل شكر لك سعاد النائب وزمين وزمين كل شكر لك وشهدين فاصل قصير ونتابع معكم نحور الثاني من نبط البلد شكرا